شدد رئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي رئيس المجلس الرياسي الليبي محمد المنفي كما استقبل رئيس السيسي كلا على حدة وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الخارجية الأنجولي ونائبة رئيس الوزراء وزيرة البيئة والتنمية بالكونغو الديمقراطية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وكذلك السفير عبد المطالب إدريس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة مؤكدا سيادته دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وذلك في إطار المبدأ المصري الثابت الدعم للطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤوليتها ودورها وصولا إلى عقل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قيادته وممثله من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدورة المصرية الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين وإعادة توحيد مؤسسات الدولة فضلا عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها كما استعرض السيد محمد لمنيفي مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية مع التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتمكين الشعب الليبي من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته ترجمة نانسي قنقر